ومن العصابة إلى ولاية التقانت حيث أدى والي تقانت صباح اليوم زيارات تفقد وطلاع لمركز الاستطماء بالجيهوي بمدينة تجججا ذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزيته لموسم الأمطار والكوارث الطبيعية التي عادة مات ورافق هذا الموسم الوالي أكد خلال اجتماع عقده مع الطواقم الإدارية بالمركز على أهمية توفير كافة اللوازم الضرورية للتدخل ومدية العون للمواطنين في الحالات الضرورية بغرض الاطلاع ميدانيا على واقع مركز الاستطباب بمدينة تجججا ومدى جاهزيته لموسم الأمطار وما يرافقه من تحديات جاءت زيارة والي تقانت السيد طيب المحمد محمود إلى هذا المركز حيث تجول في مختلف الأقسام مطلعا على الخدمات التي يقدمها المركز والطواقم العاملة فيه تنزل هذه الزيارة في إطار الوقوف على جاهزية المصالح الاستشفائية على مستوى ولاية التقانت وهو مركز الاستطباب تجججا وتم زيارة جميع المصالح وتوقف على جاهزيتها في هذا الموسم الذي هو موسم خريف الذي يعتبر موسم خريف إن شاء الله واعد وفي إطار مولي ذلك خطة الطوارئ على مستوى الجهوي لمعدلة من أجل تفادي الأسوأ في حال تخلقوا فيضانات والسيول والأوبئة منسمية وتم التوقف على جميع المصالح الاستشفائية مصالح الانعاش مصالح الاستقبال والتوجيه حالات المستعجلة المختبر والأشعة إلى آخره تم الوقوف على جاهزيتهم لأي تحدي العمدة المستعدة لبلدية تجججا تحدث عن إطباعته بعيدة زيارة التي رافق فيها الوالي حيث تعرف على مختلف التخصات داخل المركز هذه الزيارة قمنا بها لنطلع على مدى جاهزية الأجهزة الصحية على هذه الكوارث اللي متراقبين لعله لقدر الله وراجعينها عنها ما تخلقها هذه الكوارث اللي احنا في موسم أمطار قادم إن شاء الله وذي قد تخلق ربما تخلق فيه كوارث كذلك في خلقة الماضية فيضانات والله سقوط عريشة والله سوق منازل والله أي شيء طارع يخلق للحق ذلك الأجهزة الصحية مستعدال وذيك الأمراض موجودة لجيه دائما في موسم الخريف والي تقاند ترأس اجتماعا بالطواقم الإدارية بمركز الاستباب بمدينة تجكجا تحدد فيه عن ضرورة وضع المستشفى في حالة تأهب قصوى وتجهيز كافة الإمكانيات اللوجستية تحسبا لأي طارئ داعيا جميع العاملين في القطاع الصحي بالولاية إلى بدل مزيد من الجهد عبدالله يوليسلم الموريتانية مدينة تجكجا